وصلت معكم في آخر الحلقة إلى وصية رسول الله صلى الله عليه وآله لأبي ذار وأنا أقرأ عليكم من الجزء الرابع والسبعين من بحار الأنوار للمجلس طبعة دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان في الصفحة الثمانين مما جاء في وصية نبينا الأعظم لأبي ذار يا أبا ذار إذا أراد الله عز وجل بعبد خيرا فقهه في الدين وزهده في الدنيا وبصره بعيوب نفسه مر علينا في مرحلة التعلم والتعليم فإن الإمامة الصادقة يود أن تضرب رؤوس أصحابه بالسياط لأي شيء حتى يتفقه هم حتى يتفقه حتى يتفعل حتى يتفقه في الدين هنا في مرحلة الزهد التفقيه يأتي من خارج وليس من داخل حتى يتفقه في الدين تفقه تفعل في داخل النفس البشرية هنا التفقه يأتي من خارج فقهه يا أبا ذار إذا أراد الله عز وجل بعبد خير فقهه في الدين وزهده في الدنيا فعملية التفقيه تأتي من الخارج وعملية التزهيد تأتي من الخارج وعملية التبصير تأتي من الخارج وبصره بعيوب نفسه هنا يصل الإنسان إلى أن تكون العقيدة السليمة ثابتة في طوايا عقله وقلبه البداية من التعلم والتعليم أن يتفقه في الدين يتفعل هم يتفعلون عملية داخلية ثم تأتينا المعايشة والمعاناة اصبروا وصابروا ورابطوا بعد كل هذا يأتي التوفيق حينما يصل الإنسان إلى معرفة قيمة الدنيا فالدنيا والآخرة ضرتان لن نستطيع أن نتخلص من مشكلة التنافر ما بين الدنيا والآخرة إلا إذا عرفنا قيمة الدنيا وفقا لمعايير الحكمة المحمدية العلوية إذا عرفنا قيمة الدنيا ورتبنا بواطننا وظواهرنا وفقا لهذه القيمة تعاملنا مع الدنيا وفقا لسعرها وفقا لسعرها حينئذ نستطيع أن نوفق بين الدنيا والآخرة أن نوظف الدنيا لخدمة الآخرة وذلك وذلك يكون عبر هذا السبيل الذي يحدثنا عنه رسول الله صلى الله عليه وآله في وصيته لأبي ذار يا أبا ذار إذا أراد الله عز وجل بعبد خيرا فقهه في الدين وزهده في الدنيا وبصره بعيوب نفسه يا أبا ذار ما زهد عبد في الدنيا إلا أنبت الله الحكمة في قلبه وأنطق بها لسانه ويبصره عيوب الدنيا وداءها ودواءها وأخرجه منها سالما إلى دار السلام يا أبا ذار إذا رأيت أخاك قد زهد في الدنيا فاستمع من فإنه يلقى الحكمة يا أبا ذار إذا رأيت أخاك قد زهد في الدنيا فاستمع من حينما تتفجر ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه يا أبا ذار إذا رأيت أخاك قد زهد في الدنيا فاستمع من فإنه يلقى الحكمة أدل دليل على سفاهة مراجع حوزة الطوسي وأن لا حكمة عندهم فإنهم يتظاهرون بالزهد فأين الحكمة نحن لا نتلمس إلا السفاهة منهم فأين الحكمة هذا يدل على كذبهم وهذا يدل على أن زهدهم زهد شيطاني هذه مصيدة يقومون بفعلها كي يصطاد الناس وإلا إذا كان الزهد قد حل في حياتهم فأين هذه الحكمة التي تتفجر ينابعها من القلوب على الألسنة ما هذا هو منطق رسول الله صلى الله عليه وآله يا أبا ذر إذا أراد الله عز وجل بعبد خير فقهه في الدين وزهده في الدنيا وبصره بعيوب نفسه يا أبا ذر ما زهد عبد في الدنيا هذه قاعدة هذا قانون يا أبا ذر ما زهد عبد في الدنيا إلا أنبت الله الحكمة في قلبه وأنطق بها لسانه ويبصره عيوب الدنيا وداءها ودواءها وأخرجه منها سالما إلى دار السلام أين هذه الحكمة وأين ينابع الحكمة التي تتدفق فصاحة وبلاغة وبيانا وأدبا وسحرا أين هذه الحكمة وأين هذا البيان الساحر وأين هذه الحقائق التي لا بد أن تتضح بسبب زهدهم أدل دليل على أنهم كذابون أدل دليل على أن زهدهم زهد شيطاني إبليسي وإلا فأين الحكمة وأين هذه الينابع المتفجرة بيانا وسحرا أين هي هل هي في الأرض أم هي في المريخ لازلت أقرأ عليكم من وصيتي رسول الله صلى الله عليه وآله لأبي ذار يا أبا ذار إذا دخل النور القلب إنه نور الحكمة التي تتجلى في القلوب التي زهدت في هذه الدنيا كل ذلك بتوفيق من إمام زماننا يا أبا ذار إذا دخل النور القلب انفسح القلب كما يقول إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه لأبي خالد الكابلي والله يا أبا خالد لنور الإمام في قلوب المؤمنين أنور من هذه الشمس المضيئة بالنهار هذا هو النور الذي يتحدث عنه رسول الله صلى الله عليه وآله يا أبا ذار إذا دخل النور القلب انفسح القلب واستوسع أبو ذار يقول لرسول الله فما علامة ذلك بأبي أنت وأمي يا رسول الله قال الإنابة إلى دار الخلود والتجافي عن دار الغرور والاستعداد للموت قبل نزوله هذه هي الآثار التي تترتب على معرفتنا لقيمة الدنيا وسعرها حينما نكون قد تشبعنا بالمعايير التي على أساسها نقدر قيمة الدنيا وهذا هو الزهد الذي يورث الحكمة وليس هذا الذي يتظاهر به مراجع النجف وكربلاء كي يضحك على ذقوننا كي يضحك على الشيعة الزهد الحقيقي هو هذا الذي يتحدث عنه رسول الله صلى الله عليه وآله إنه المرحلة الثالثة من مراحل تحقق العقيدة السليمة في العقول والقلوب فهناك التعلم والتعليم وهناك المعايشة والمعاناة والمكابدة في أجواء خدمة إمام زماننا هناك الصبر هناك المصابرة وهناك المرابطة وكل هذا يحتاج إلى معاناة إلى مكابدة إلى معايشة كي يوفق الإنسان إلى أن يصل إلى هذا المستوى إذا أراد الله عز وجل بعبد خيرا فقهه في الدين كي يصل إلى هذا المستوى أحاديث أهل البيت أخبرتنا من أن الله سبحانه وتعالى إذا أراد بعبد خيرا بصره بعيوب نفسه الطريق يبدأ من هنا حينما نعرف عيوبنا لأننا إذا ما عرفنا عيوبنا استطعنا أن نشخص أخطاءنا وموفق ذلك الذي يستطيع أن ينتفع من أخطائه أخطاؤنا أكثر من صوابنا صوابنا إذا كان عندنا شيء من صواب قليل الأخطاء هي التي تغطي مساحات حياتنا منذ صغرنا ومهما امتدت بنا السنون نعمة عظيمة أن نشخص أخطاءنا على الأقل فيما بيننا وبين أنفسنا هذه نعمة عظيمة أن نشخص أخطاءنا وأن نتحسسها وأعظم منها أن ننتفع من أخطائنا أن نشخص أخطاءنا نعمة عظيمة وأعظم منها أن ننتفع من أخطائنا في حياتنا ولو في أدنى المستويات إذا أراد الله برجل خيرا بصره بعيوب نفسه إذا أراد الله برجل خيرا بصره بعيوب الدنيا تارة يبصره بدائها وأخرى يبصره بدائها ودوائها وهنيئا له إنها الحكمة قطعا في مستوى من مستوياتها تارة يبصره بدائها وعليه أن يبحث عن دواء ذلك الدأ وتارة يبصره بدائها ودوائها إذا أراد الله برجل خيرا بصره بعيوب نفسه إذا أراد الله برجل خيرا بصره بعيوب الدنيا تارة بدائها وأخرى بدائها ودوائها إذا أراد الله برجل خيرا بصره بمواضع الشيطان وهنا أيضا تارة يبصره بمواضع الشيطان وأساليبه وحيله ومكائده وتارة يبصره بمواضع الشيطان ويبصره بالأساليب التي يتخلص فيها من الشيطان وتلك حكمة عالية قطعا هي في مستوى من المستويات إذا أراد الله برجل خيرا فقهه في الدين إذا أراد الله برجل خيرا زهده في الدنيا إذا أراد الله برجل خيرا جعله على هذا الأمر أي أمر معرفة إمام زماننا مثل ما يقول إمامنا الباقر لزرارة ذروة الأمر ذروة الأمر وسنامه ومفتاحه وباب الأشياء ورضى الرحمن تبارك وتعالى الطاعة للإمام بعد معرفته كل تلك المقدمات توصلنا إلى هذه الذروة إذا أراد الله برجل خيرا بصره بعيوب نفسه تارة يبصره بأخطائه وهي نعمة وأخرى يبصره بأخطائه ويبصره بكيفية الانتفاع من أخطائه وهي نعمة أعظم إذا أراد الله برجل خيرا بصره بعيوب الدنيا تارة يبصره بدائها وأخرى بدائها ودوائها إذا أراد الله برجل خيرا بصره بمواضع الشيطان تارة يبصره بالمواضع وأخرى بالأساليب التي يواجه فيها أساليب إبليس إذا أراد الله برجل خيرا فقهه في الدين إذا أراد الله برجل خيرا زهده في الدنيا فإن الزهد في الدنيا فرع من التفقه كما أن التفقه سيكون عظيما حينما تكون القلوب زاهدة في الدنيا إذا أراد الله برجل خيرا جعله على هذا الأمر أوصله إلى هذه النتيجة ذروة الأمر وسنامه ذروة الأمر جعله على هذا الأمر ذروة الأمر ذروة الأمر وسنامه ومفتاحه وباب الأشياء ورضى الرحمن تبارك وتعالى أطاعة للإمام بعد معرفته هكذا يعلمنا إمامنا أبو جعفر الباخر صلوات الله وسلامه عليه نذهب إلى لفظه